نعمل ايه بقى؟ عشان نقدر نعتبر شريك حياتنا لازم نعتبر ان السماع نوع من انواع العبادة يبقى اول حاجة الاهتمام بسماع رأي شريك الحياة وبيان الموافقة عليه بشكل علني دي مسألة تانية يعني اول حاجة اسمع شريك حياتي واسمعه باحترام واسمعه بتأدير ويري تلخص اللي هو بيقولهولي يعني بعد ما اسمعته اقوله والله انت كنتي قصدك ان احنا لابد ان احنا قبل ما نقوم بالامر ده نبص في السوق فيه ايه عشان لما نشتري نشتري واحنا مطمئنين كلامك عنده حق ولازم يتعود شريك الحق ان هو يسمع مني التأدير للي هو بيقوله سواء بيني وبينه او في وسط الناس تخيل كده لما الزوجة تسمع ان زوجها بيقولها انت كلامك كان صح انت كنتي على الصواب فده شيء مهم جدا 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 يبقى عندنا اول حاجة اسمع شريك حياتي اعلن موافقته على الكلام دوت لما الكلام يكون صح بيني وبين شريك حياتي او بيني وبين الناس ودوت هيبقى حاجة في غير الروعة واخر حاجة يا ريت لما نيجي نتخذ قرار ما فيش مانع ان احنا نأخر القرار لغاية ما بعد الحوار ما حدش يتخذ قرارات بشكل فردي ولكن خلونا ناخد القرار بعد النقاش وبعد الحوار ولازم كل واحد فينا قبل ما نتخذ القرار يمدح فكرة حسنة قالها شريك حياته عشان ندخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة بالتلات حاجات دي ممكن ابدا شريك حياة ممكن دائما شريك حياتي يراني انا باعتبره وتقل الخلافات ويقل الوصول للتراكمات اللي بتوصلنا للطلاق يا رب دي ما علينا دايما ان احنا نكون مقدرين شريك حياتنا هم طيبين خواطرهم عشان نعيش في سعادة وهنا بعيد عن شبح الطلاق